ارتفاع نسبة تعاطي المخدرات وترويجها في العراق جعلت منه سوقاً رائجاً لها بعد إن كان طريقاً لمرورها في السنوات التي تلت الاحتلال الأمريكي المحافظات الجنوبية أصبحت مركزاً لتجارة وتعاطي المخدرات ضمن أوساط الشباب حيث أصبحت المدارس أرضاً قصبة لبيعها هناك حتى باتت مشكلة واضحة تعاني منها هذه المحافظات حسب ما صرح به رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ذيقار جبار الموسوي وفيما يلمس المواطن العادي يومياً أضرار تعاطي المخدرات وتفشيها في المحافظة خاصة في المدارس والجامعات تفشي ظاهرة المخدرات في المجتمع الذيقاري اليوم هناك مخاوف كثيرة من انتشار هذه الظاهرة بالمجتمع الذيقاري وخصوصاً مع قدوم العام الدراسي الجديد وانتشارها في المدارس والمعاهد والجامعات انتشار تجارة المخدرات في ذيقار أصبحت مصدراً رئيسياً من مصادر تمويل الأحزاب وميليشياتها المسلحة والتي هي بحاجة إلى الأموال لممارسة أنشطتها وهذا ما أكده مدير شعبة التأهيل في جامعة ذيقار الدكتور حسين الحصونة لافتاً إلى أن أحزاباً سياسية متنفذة تشجع تجارة المخدرات وتعاطيها وتعمل على تعميقها لمردوداتها المالية الكبيرة مسؤولون محليون في ذيقار حذروا من الارتفاع الملحوظ في انتشار المخدرات في المحافظة خلال عامي 2017 و2018 وخصوصاً بين فئة الشباب عازين ذلك إلى الأسباب الاقتصادية والأمنية والاجتماعية المتدهورة ما لها من تأثيرات مباشرة في ارتفاع تلك النسبة مربوما تكون هشاشة الوضع الأمني مقصودة لمافيات السلطة ومافيات الأحساب للأسف قد لايخ اليوم لم نجد أن هناك ألقاء رضا على كميات كبيرة في المخافر الحدودية أو بعض السيطرات بين المحافظات هذه معايير ودلائل على وجود كميات كبيرة تددون الحبوب المخدرة أو المخدرات بصورة عامة وجود مقائي بكثرة وجود بطالة للأسف شديد انتشار ظاهرة المخدرات في محافظة الذقار لدى الشباب نلاحظ من خلال مؤتمرات قيادة الشرطة أن هناك أعداد كبيرة وكثيرة تداول عن المخدرات الحبوب المخدرة والمادة الكريستال ويعتبر العراق بعد عام 2003 معبرا ومستهلكا للمواد المخدرة حيث ترجح الإحصائية الصادرة عن الأمم المتحدة أن السنوات العشر القادمة ستفتك بالشباب العراقي في حال بقي الوضع على ما هو عليه